اشتركوا في القناة لنفوذها يتجدد المشهد اليوم في حالة خوف من الوقوع في خطر محدق اذا عادت الاحزاب للاقتتال على المناصب والهيمنة البرلمانية بعيدا عن تطلعات الشعب ومطالبه بتشريع قانون الانتخاب الجديد وصناعة تغيير فارق وحقيقي وجدري ينقذ اخر فرصة لانقاذ روح المشهد السياسي في البلاد ضرب الامال يتكرر مجددا برفع البرلمان اخر جلسة له لاشعار اخر دون تحديد موعد لتصويت على مشروع قانون الانتخاب الجديد وهو ما يرجح اختلاف القوى السياسية داخله تحديدا على فقرة الدوائر الانتخابية في مسودة مشروع القانون حالة الضرب في الودع والتنجيم قد يتهكم بها العراقي قناعة منه لعدم مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية كما حدث في عهد مضى حمل معه ما حمل من قتل للديمقراطية الحقيقية لكن مع فقدان ملايين بطاقات الناخبين قد يختنق العراقي من هدم فرصة الانتقال الى شفافية الانتخاب بقانون جديد يضمن حق العراقيين في عراق يعمل بالقانون ويحتكم لعدالة القضاء اشتركوا في القناة